أدانت مصر الهجوم الإرهابية الغادر الذي استهدف وزارة التعليم الصومالية من خلال تفجير سيارتين مفخختين بشكل متعاقب بالعاصمة مقدشيو وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على موقفها الراسخ الذي يدين مثل تلك الأعمال الإرهابية أيا كانت صورها أو دوافعها مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره وتكفيف منابع تمويله ودعمه اشتركوا في القناة